اشتركوا في القناة اهلو سهلا فيك ولا كيف فيك اليوم ماشي الحال يعني نحن على أبويب رمضان المبارك وكمان بعد شوي رح يتم تقديم الساعة وتأخير الساعة وهالأمور هولي أكيد أكيد الأم بتعيني منهم أول شي تبدل كل شي برمضان من الصوم المبارك وصنع لساعات الأكل كيف بدها تظلم هدية وكيف بدها تصحى بالليل واتنين بنهار ومع الطفل وبعدين جايي عنا الساعة كيف بدنا نزبط هالموضوع مع الطفل لأنه بيتغير سيستام نعمه من وين بتحبي تبلشي؟ من بلشت برمضان لأنه أبكار تاني الرمضان يلا أنا دايما بقول أنه نبلش بالويك أند بتكون لإلا الأم ما بتكون للولد يعني أنا اليوم إذا طفلي بيوعه بكير رح يضل عم يوعه بكير بالويك أند ما فينا بالويك أند نايمه زيادة لأنه اليوم عطلي نفس الشيء مع الأسف برمضان يعني أنا برمضان ما فينا خلي طفلي نايم للعشرة لأنه ما فينا نوعه بكير سباش اللي نحن عم نحكي عن ولد عمره يعني من نيوبون ليصير عمره خلينا نقول سنة سنة ونوص سنتين سنتين ونوص صباحة فينا نزيد ساعة الصبح يعني إذا ما في قيلولي بنهار فاين بس إذا بدك منحكي عن الديلايت سيفينج رح قلّك ليش لأنه نحن هلأ بعد ما لما بتقري بالساعة يعني هلأ فينا ما نعمل شي بالنوم لتقري بالساعة بس تقري بالساعة هذا الشيء مثل ما كسب لكل أم إنه بيصير ابنه ينام ساعة سيد الصبح بس أكيد بيصير ينام بعد ساعة بالليل يعني يلي بيكون بيوعه الستة بصير يوعه سبعة يلي بيوعه سبعة بصير يوعه تمانه وبالليل نفس الشيء الطفل يلي بينام على السبعة بيصير ينام على الثماني واللي بينام على الثماني بصير على التسعة بس ما هي زيتة بيوعه كمانه قبل بساعة مش هي زيتة؟ بيضي يوعه بالنسبة لأي ساعة نين بالليل بس أنا بحكي بالنسبة لأويك تايم المونينج هلأ يعني إذا هلأ طفلها بيوعه على السبعة إنه برمضان إنه لو بينام ساعة زيادة سيصير لحاله مية بالمية جمعة تجي أو بعد جمعة سو فينا نكفي بهيدا ننطر ليصير تقريب الساعة ونكتفي بهيدا الموضوع إنه خلاص طفل لحاله رح سير يوعه بعد ساعة وفينا نكون عام نزيد من بعد ما تقريب الساعة نكون عام نزيد مثلا نص ساعة لربع ساعة كل يومين على سكت جول الطفل ليصير مثلا ينام تسعة ونص ويوعة ثماني ونص بس أكيد أنا دايما بقول إنه نتريكمندد الولد ينام بوقت مؤخر يعني ماكسيمو مع التسعة يكون نايم بجعب أقول لأنه الولد مثل ما منحكي عطول أنه لازم بين الساعة تمانية وتنتان يكون يعني قبل التسعة بساعة يكون نايم ينام بين التسعة والتنتان أو بين التمانية والتنتان يوصل لديب سليب فإذا ما وصل لديب سليب هيدا الشيء بأثير عليه بأثير على تطوره بأثير على إفراز الهرمونات اللي بتساعده إنه يلمع مثل ما لازم فبالتالي إذا طفل سهر مثلا لوقت كتير مؤخر بعد التسعة عشرة هيدا الشيء أكيد رح يأثير عليه يعني فينا نعتبر إنه هو شهر ويسورفايفل بالتي هي أحسن منزيد علينا منزيد ساعة السبح ساعة عشية ومنرجع بعدين فينا نكون عمر رجعون بس في شغلة بدي شدد هوني عليها الأم اللي بتردع برمضان حبي أحكي عن هيدا الموضوع حيث أنا أكيد ماني أخصائي ترداعه بس حبي أحكي إن جنرال عن هيدا الموضوع دايما الأم اللي بتردع بتاعتها الهم برمضان إنه هي فيها تصوم أولى فيه شغلة اليوم حيب يقولها للمومس سيكونوا عن جد عم يعرفوا إذا بدي كيفوتوا من الباب على هيدا الموضوع ويرجعوا بعدين يشوفوا عن جد كل أم شو بينسبة الطفل يلي تحت الست شهور يلي ما بياخد صالد فود الأم بدأت رائب صحتها وصحت طفلة أكيد فيها تصوم بس بدأت رائب صحتها وصحت طفلة وتكون عم بتشوف إذا هي يعني أكيد من بعد ما تصوم بأول كم يوم هي وعم بتردع بدأت رائب يعني إذا الطفل الكوش اللي قاله مرات اللي بتغيره فيها بعدهم منيح بعدهم منيح هي مثلا في عندها أي ساينز بيدله أنه هي تعبانة بالنهار مثلا عم بصير عندها جفاف عم بصير عندها صداعة كتير قوي لازم كتير تنتبه لبعض هو للساينز اللي بيخلوها تعرف أنه لازم تعمل ستوب وتشوف دكتور بس إذا الأم قررت أنه تصوم إذا طفلة تحت الست شهور مفروض تكون عم تاكل يعني تعمل نظام غذائي جدا منظم تمشي مثلا تاكل تاخد إشياء كتير فيها بروتيين وقلياف تكون عم تشرب كتير ماء بفترة الليل تكون عم بتنام كلمة هيك لما هذه شغال كتير مهمة النوم لأنه إذا هي ما نامت كيف تتضل كل نهار قاعدة مع ولده ومنتبه عليه كلمة هيك الأم اللي بدأ تردع برمضان طفل تحت الست شهور ليش تحت الست شهور لأن فوق الست شهور رح تكون عم ياخد واجبتان لتلاتة بين مصار يعني وقت الأفطار بيناتو رح تكون عم ياخد صالد فود سو بيقدر اتعود ما بينها بين بس تحت الست شهور لازم تكون عم تنتبه كتير منيحة للساينز إذا هي قررت تصوم ولازم تعرف أنه إذا هي بدأ تصوم وبدأ تتعب بالنهار وعندها ولد تاني وبدأ تبقى واية كل الليل وما بدأ تاكل منيح وتوصل لوقت الأكل بالليل كمان هي مانا ريئة ومانا قدرة تاكل وكل الليل لان عطيب ارتعباني وبدأ تنام بكير وما تاخد الغزل لقلها بالليل ما رح تكون عم تقدر تردع فضروري كل أم تاخد هيدا القرار اللي هو أكيد صحة أكتر بس كمان تكون عم بترائب أنه هل هيدا هل هيدا الرضاة رح تأثر على صحته أو على صحه الطفلة أكيد هم منشوف الدكتور حتى يكون عم بيعطيه الإرشادات اللازمة أكيد لعن كمانا صحتها أولوية يعني إذا هي عم بتضخوا حيث حالها وبدأ تردع وبلا أكل خليني نشدد على شغلة أنه تقريبا مكونات حليب الأم حتى هي عم بتردع تقريبا بتبقى هي زيتا كرمل هيك حتى لو الأم صامت وكانت عم بتردع طفلة إذا كان فاين وشيس فاين وعم تاخد عم عاملة يعني سيستام أليمانتار مثل ما لازم عاملة رجيم خلينا نقول مناسب تقدر تكون عم بتردع طبيعية كل شي وهي يعني ما فيه أي شي بيدعي للقلق والطفل بيكون عم يشبع وبيكون عم يمشي حاله وكل شي تمام بس أكيد لازم كثير من إحنا نتبه نرجع للنوم مثل ما قلت لك الطفل بهذا الشهر لازم يكون عم بيوعى عوقته يعني زيادة الساعة وينام عوقته هلأ بالليل هون الان بدأت نتبه إذا طفلة بيوعى بالليل عن جد كل ساعتين ليأكل وأنا ما في حال غير أنا لأنه عن جد الطفل يلي بيوعى كل ساعتين بعد الست شهور أو بعد الخمس شهور منه جوعان هيدا الطفل عم يوعى ياخد عامل مساعد ليرجع ينام يعني الحل الأنسب هو أنه نشتغل بروتين صحي يخلي الطفل يقدر ينام كل الليل لأنه منعلمه ينام من دون رضاعة ومن دون ما يبكي والأم تقدر تنام ترتاح كل الليل تتوعى تنهار مع طفلة نشيطة وقدر تكفي نهار طيب ولاء خليني بتوقف عند هيدا الحالة بالتحديد دقتلك أم وقالتلك عم بتصير معي هيدا الحالة ولجأتلك لأن أنت هيدا اختصاصك شو بتعملي مع الولد ليصير هولي الميوع يعني مشكلة يعني نحنا بس نقولها هيك عم نقولها بس أم توعى كل ساعتين مشكلة تفقد التوازن بحياتها عندي ماميز كانوا يوعى كل نص ساعة كل نص ساعة يرادعوا شوي لا يقدر يرجع الولد ينام وهولي كلهم عندي على البيج الفيدباكس بيناموا كل الليل لولاد لحالهم بتاختهم من دون أي وعي شو بنا عمله أكيد حسب الطفل يعني ما في شي واحد منعمله في كتير ماميز بيحكوني أنه ولا بس قوليلي شو بدي أعمل لينام كل الليل ما فينا ما بعرف شو بدي أقلك لأنه نحنا مناخد استشارة منحط بروجرام بيناسب طفلك ما بيناسب طفل عطيتي كيير بيناسب طفلك منمشي ستاب باي ستاب لأنه كل أسبوع أنا عندي خطوة بمشي فيها برائب شو صار فيها وعلى أساسها بغطة خطوة جديدة يعني أنا بشتغل على أن الطفل يصير يعرفه أتنومه يصير نهاره منظم ما يكون عنده ضغط نوم خليه لقيه سلوك النوم اللي قاله يعني مثلا هو يمكن بيهز راسه طينام بحرك إجراء بخبط بإيديه بيغني بيقوم وبيقعد في كتير أوقات بتقلي الأم أنه ولا حطيته بتاخد صار يتشقلب كمان جا تحملته صار تهزله ليه خليه تشقلب بتاخد هو بنيم حاله كل شي وهو ما عم يبكل ولد بيقدر ينيم حاله عنده هيدا بس أنا كيف اشتغل أني علمه إيه ها هذا هو الشي اللي نحنا بنوصل لنلاقي فيه مشكلة أنه الأم آه ما نيم خلص يلا بحمله بهزله بردعه بطيتاتين بدي نايمه لا هو بيعرف ينام لحاله بس لما بدأ تكسر هيدا الروتين قد بدأ تتعذب يعني اعتبري مثلا هي معوضة كل ما عامل رخدته حملته وصارت تبرم فيه أو يمكن حملته طيب ماها خلص هو بتعوض على الروتين معي هيدا بس تجري لتكسري قد بده وقت معه اكزاك لكن ما لايك بناخد وقت لأنه أنا بماي بلان ما بقى إلا يوعى تركية بكلا يرجع ينام لأنه بياخد يومين بس منشوف بالمقابل مشاكل كبيرة 100% فلما نحن بنشتغل بطريقة صحية الطفل لحاله بيبطل يوعى بهيدا الشكل المتكرر ليه لأنه نهاره كان مريح لأنه جسمه صار يفرز الهرمون مثل ما لازم ما عمده سترس هرمون بالليل فبالتالي ما في داعي يوعى ممكن أول فترة بس نبلش بالروتين الصحي وتخف الوعيات اللي جدا مثل ما قلت اللي كل نص ساعة بيصير يوعى أتليست بعد كل سليب سايكل يلي هي كل نص ساعة سوري كل ساعتين كل ثلاثة هون الان بدأ تقوم تنايمه وترجع تنام بس بيصير في عنا شوي وقت أطول هون بنباليش نحن نشتغل على أنه نعلمه من البالتايم يكون عم بينام لحاله وبالتالي بالليل بيصير يقدر هو يعمل يعني يوصل دورات النوم الليلية مع بعضها من دون مساعدة كل طفل قديم الأكيد كل طفل حالي قائمة لا في كتير ولاد أصغر وكتير بتكون معلقة بالشي اللي هي بتاخده يعني حسب كمان الأم كيف تعاطت مع هيدا الموضوع يعني عنده ولاد بياخده ثلاث أسابيع بيكون خلصنا عنده ولاد بياخده شهرين عنده ولاد بياخده ثلاث شهور في كل ولاد شي لأنه ما في بس نحنا يمكن هلأ إذا سليب كونسلت تستعمل بتقلك نحنا بأسبوعين ما نخلص بس بعدين بس ننجي للباتي ترينينج بس نرجي للولد يبالي يوحى يفرض شخصيته منصير نشوف بيعنيد كتير بيعيط كتير باتي ترينيج ما بيتجاوب بصير يعزي بكتير لا يتجاوب وهيدي أكيد سببه الترينينج اللي نعمل وطبعا بيفقد ثقته بأهله لأنه لما الولد بيبكي لا ينام ليش بطل يبكي لما بده ينام لأنه صار يعرف أنه أنا ببكي ما بترد علي طبعا هيدا ما بنعملها أنا بالنسبة لأليا هيدا ما بتتبع لأنه بتأثر على نفسي تطفل يعني يعني دايما الأم عنده هيدا الشغلة ما بدي يخليه بسرير يبكي قلبه بسرير يتقطع ليه يبكي أنا رح أعتيك إجزامبل لأنه ما في شي واحد نعمله يعني إذا اليوم سألتيني شو بعمل ما بعرف بدي شوف ابنك عشو معود يعني اليوم إذا أنت بتحمليه بتردعي بيخفى وبتحطيه بتاخته نيم وبيضل نيم بشتغل على أنه بلش عوده ينام حتى هو وعم يرضع لحاله بمراحل مختلفة لحتى أوصل بعدين أن يكون محمول من دون رداعة ارجع أوصل أن يصير حطه بتاخته نيم حاله بس هيدا بروسس بيخد وقت لأنه الطفل أول شي بيكون مواعي بيبلش يرضع بيبلش يفوت بمراحل يعني أول شي بيبلش هيكي ينعاس بيجعب يغمد عيونه بينام نوم خفيف ترجع بتتقل نوم أنا بس تتقل نوم تو بحطه فنحن منبلش نشتغل بالتدريج لحتى الطفل يعرف أنه يمحاله من كل مرحلة يكفي هو لحاله بالمراحل يعني بيبلش فيهم من البعيد للقريب يعني من النوم العمية لا أول ما بيغمد عيونه بكل مرة بصير بقطه شوية قبل لحتى هو يقدر يكفي اللي بقي من دون رداعة وبالتالي بصير شوية شوية يعرف ينام لحاله أكيد موضوع بياخد وقت وبدو متابعة وبيمشي حسب كل طفل يعني في أطفال كتير توصل لمرحلة ما تكون أبداً عم تتجاوب منعمل يعني منحط شي تاني معه يعني هلأ فينا نحن نقللهم للأمهات برمضان وبتغيير الساعة ما يعتلوها مئة بالمئة تغيير الساعة في إذا بديك عندك two options مع الموميز فيه موميز رح ينسيبهم هيدا الوقت اللي هو أنه طفل يصير ينام ساعة زيادة وينام ساعة مأخر بالليل بس فيه موميز لا رح يقوله أنه أنا ما بدي أبني ينام تسعة بالليل أنا الثمانية كان منيح يلي بدنا نعمله هو قبل بأسبوع من لما تتغير الساعة نبلش كل يوم نوعي طفلنا قبل بربع ساعة الصبح والنيمه قبل بربع ساعة بالليل ونعمل القيلولي قبل بربع ساعة بس منيح أنه توعيه إذا هو نيم وما بالضيوع ايه طبعا بتوعيه بتهزي يعني قوم ايه منفوت نفتح شوال برادة حراملو قبل بربع ساعة لأنه بيكون مثلا بيوعي سبعة الصبح قبل ما تتغير الساعة بسكات جوال قديم بيوعي سبعة منصير نوعي سبعة إلى ربع سبعة ونص ستة ونص صري ستة وربع ستة بتتغير ساعة بيجعل بيصير بيوعي سبعة نجعل الأسكات جوال قديم كلتين بتدروس حسب الساعة والوقت بس تعرفين عن جات شغلة صعبة يعني الأم مش دايما عندها القلب أنه مثلا تفوت توعي طفلة ونائم طبعا كرمال هيك منشوف كتير موميز بالنب أنه والله تركته نيم ثلاث ساعات واو واو ما رح ينام بالليل لما الولد بنام بنهار أكتر من ساعتين بقيلولة واحدة نحكي أكيد فوق ثلاثة شهور الطفل بيتأثر ليله لأنه بنهار كله صار عنده أربع ساعات فإذا أخذ قيلولة واحدة ثلاث ساعات هو عنده ثلاث قيلولات كيف رح تقسمي له قيلولات البقين ولنا أعتبر طيب أوكي أنه هو أخذ لثلاث ساعات بقيلولة واحدة ما فيه خلص يكتفى فيهم بيكتفى فيهم كساعات بس القديم رح يبقى ويعي من بعد هو للساعات اللي يرجع ينام رح يصير أوفر طايلد يعني من وقت اللي بده يخلص هيدا لثلاث ساعات للبتايم أكيد رح يصير أوفر طايلد هو قديمهم ولا نبلش مع الطفل لما بيكون بعده عمر صغير يعني ما نتركه يكبر يكبر وبعدين نتذكر آه نحنا ربيناه غلط أو ي نحنا تعملنا معه بطريقة غلط قديمهم أنه من أول ما يبلش يعمل حركات أو تصرفات نحس أنه مقاوفرة شوي نبلش نحنا نتابع معه ما بحطه بيوعه لأنه نيوبورن معود على الحملين وردي معود فإذا أنا حطيته من إيدي بطريقة غلط خلينا نقول بيوعه مش يعني إذا أنا عملت طريقة صح بيصير سحر وما بيوعه بس في عنا عادات ببلش أشتغل علي من هو وبيبي مش ترينينج عادات ببلش أشتغل علي من هو وبيبي بتكفي معه عادات صحية لبعدين بس إذا أنا اليوم قررت أنه أنا ماي بيبي رح كون عم بشتغل معه مثل ما هو بعدين بشوف إذا بدأ أعمل سليب ترينينج بصير عمره أربع ستة شهور رح كون أراد يصار في عادة سليبينج بروبلمز إذا أنا كنت عم عاني بالنوم من قبل لأنه هاي المعانات اللي كان يتقبل ما بتختفي فجأة أكيد أنه هي خلص بعدين بتروح وخصوصا منشوف ولاد قبل الأربع شهور بتقل الإم كان يعمل صحبات نوم طويلة بيوعه على ثلاثة مثلا بياكل بيجع بينام للصبح أو من بعد الثلاثة بصير يوحها بس قبل الثلاثة ما كان يوحها هب صار عمره خمس ستة شهور بلقش يوحها كل ساعتين تطور الدورات النوم الليلية صورة المشكلة اللي كانت موجودة قبل اللي أنا مش منتبهت لها لأني ماعتبرها أنه بس يصير أربع شهور بتغير كان فيه مشكلة قبل تغيرت صورتها صارت صورتها بنوم الليل وسليب براشر اللي تجمع قبل ببلش يطلع به هيدا العمر لأنه تطور الدورات النوم الليلية وكمانا بدنا نحكي عن رمضان المبارك اللي نهار التانيين بيكون أكيد يعني الدورة كلها دورة الحياة رح تتغير هون الأم كيف بدأت تصرف مع ولد عم بيردع مع ولد صغير بدأت تابعه ومع أكيد عادية هيدا شهر المبارك اللي بدأت مرسها كلها هلا أكيد الأم لازم تهييت يعني مثل ما قلنا تخلق يعني شو ما نقول تغيرات تعرف تقدر تبلش تتأقلم معها طفل بيتأقلم مع التغيرات بسرعة بس بدي يكون عم بلش فيها قبل بوقت يعني أنا ما فين اليوم رمضان خلص بدي بلش غير العادات اللي أنا بدي بلش قبل بجمعة لازم بلش قبل بوقت ومنرجع لفكرة النوم هي أنه عن جد لما الطفل بيكون عم يوعى على وقته وينام على وقته بيكون أريح بالليل إذا قررت أن يكون عم بشتغل على نومته بهيدا الفترة بس الطفل يلي بصير ينام مأخر ما بينام كل الليل يعني يمكن فيه مامس بيقوله أنه يلا بنامه على العشرة 11 هيك على القليل بيضل ساحب للستة بقدر أنا نيم من العشرة للستة بصوص ساعات اللي ينامه رح خلوه منكد كل نهار حتى لو هو عامل لانك ستريتش يعني حتى لو هو بينام من التسعة أوقات بيبلش ع 12 يوعة كل ساعة بس إذا نيمته على ال11 ما بيوعى على الستة بس هولا الساعات هنا لأنه هو خلص ما قدر يبقى واعي أبدا لل11 تانيامتي فهون نيم كتير تعبين يعني على الستة سبعة رح يوعى يبلش نهاره مش رعيني رح ينام على العشرة رح يكون بس خسر ساعات النوم يلي كان عنده إياها كلمل هيك عن جد طفل تحت السنتين ونص بعد وبياخد قيلولة لازم يكون عم ننتبه كتير من يحلى السكتجول اللي قاله لأنه إذا نيمني مأخر بيخسر ساعات نوم إذا نيمني زيادة بالنهار رح يكون عم ياخد ساعات نوم من لنهار من دون أويك تايم قدي أطول مدة مع طفل ولا وما بدون نتيجة يعني حكيتك ماما معينة وقالت لك أنا ابني بعيني من كذا 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 وأنت تبعت معه ما فيه بدون نتيجة لا لا فيه نتيجة بس أطول نتيجة يعني يمكن ثلاثة شهور ثلاثة شهور بقى تضلت عمله روتين كل يوم لا لا مش هو يعني نحنا منبلش أول جمعتين بالروتين بعدين خلص بصير روتين والطفل يعني هو مرتاح فيه والأم تعوضت عليه يعني هو مش أنه هلأ بنا نعمل هيك هلأ بنا نعمل هيك هو من الديلي بيسز يعني نحنا بنعمله روتين مثل ما نحنا من نايمه بهالوقت عملنا أدجسمنت صارت بهالوقت لأنه بتناسبه صار ينام أسرع صار ينام أحسن يعني نحنا مش ما منبقى ثلاثة شهور عم نشتغل على كل شي يمكن منبقى لثلاثة شهور لحتى نوقف كمبليت لوعية الليل لأنه أنا عنده دايما نبلش روتين سكتجول نشتغل على القيلولات يصيروا كاملين نشتغل على العامل المساعد الموجود عند الطفل منرجع منشتغل آخر شي على وعيات الليل أنه الطفل يقدر يكون عم بنام كل الليل وما يوعى بس ما فينا أنا من أول جمعة قول أنه بعده عم يوعى بالليل بعد ما وصلنا لأنه نحنا منمشي شوية شوية خصوصا إذا كان بعمر ثماني شهور وأكبر ومعود أردي أنه يوعى كل شوية بالليل يأكل يعني القصة بدأ طولة بيل وصبر شوي وأكيد ناس متخصصة تتابع لتقدر هالأمة ترتاح وتقدر تكفي أرى بشكر وجوتي بمعنى ولا أعاد استشارية تنوم أطفال ومدربة أهل معتمدة بالتربية الإيجابية شكرا لأليك ولا أهل وسهلا فيك أصدقائنا المشاهدين نروح لفصحة أعلنية ونواصل